300% سجلت حركة انتقال أبناء الأرياف الإيرانية إلى المدن الكبرى في محافظات البلاد واقع دفع القيمين على الشأن العام إلى إلاء القرى الأهمية اللازمة والعمل على تنمية المجتمعات الرفية وشكل الأمر بوابة لرجال السياسة لكسب قاعدة شعبية ورفع حظوظهم في أي استحقاقات انتخابية إيرانية أكثر الشباب الإيراني في الأرياف يعاني مشاكل عديدة فيهاجرون إلى المدن لذلك كان لابد من التفكير بحل هذه المشاكل قد شكل الدكتور جليل منذ سنوات فرقا ومجموعات لحل هذه المشاكل وتطوير القرى بلغة الأرقام يشكل سكان القرى ما يزيد عن 30% من التعداد السكاني في إيران نسبة تتضاعف إذا ما أضيف إليها المقيمون في البلدات والمدن الصغيرة ما يجعل منها كتلة انتخابية منافسة بقوة للمواطنين في عواصم المحافظات الكبرى في البلاد أنا شاركت في جميع الانتخابات ومن المؤكد سأشارك في الانتخابات الحالية لأنني أعتقد أنه واجبي وحقي لضمان حقوقي من أجل واقعنا وعملنا وحتى من أجل بلادنا ولحل مشاكلها نشارك في الانتخابات لدينا مشاكل لكن علم المشاركة في الانتخابات يعقد الأمور ولا يحلها قبل ثلاث سنوات بلغت نسبة المصوطين في الانتخابات الرئاسية من أبناء الأرياف ما يزيد عن 60% من المشاركين في الانتخابات في حين سجلت بعض القرى والبلدات نسبة مشاركة تجاوزت 90% ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات أكثر من 60% ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يقتنون في أرياف إيران على امتداد جغرافيتها وفي العقدين الأخيرين سجلت الأرياف نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية مقايسة مع المدن الكبرى ما يجعل منها اليوم هدفا رئيسيا للمرشحين المشاركين في الانتخابات الرئاسية في هذه البلاد رضا الباشا من بلدة فرزقان التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران الميدين